هاي أسباب الفهلوة لأنها مش هتيجي كده من فراغ مفيش حد حيبع من نفسه فهلوي من فراغ بتيجي من قلة الشغل البطالة وبتيجي من ارتفاع نسبة الفقر في أماكن معينة يطلع بقى من وسط دولة اتنين تلاتة كده يشتغلوا البقيين يعملوا فهلوية عليهم يدبسوا في حاجة يشتريها يدبسوا في مصيبة هو ما عملهاش ودايما الفهلوي ده بيبقى زي ما قلنا كده الحلنجي اللي بيقدر ولازم بيكون دمه خفيف على فكرة الحلنجي ده بيبقى عادة دمه خفيف عشان يقدر ينصب على حد يكون غالبان قوي بس يكون طماع وبيبقى مقنع عشان لما يجذب يقنعك كمان بيبقى شخص جذب جدا شخص طبعا فهلوي كداب بيبيع كلام بيبيع الهوى بيبيع اي حادة في سبيل انه هو اخر الليل يمسك فلوس حلال حرام قانونية مش قانونية المهم يبقى معه فلوس منين من الفهلوة نطلع تقرير نشو